آخر التحديثات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي وهو إسقاط المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية ووصلت إلى مستوطناتي مارغيليوت وكريات شمونة أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاطها لكن رشقات صاروخية مستمرة منذ الصباح الباكر وحتى الدقائق الأخيرة تطلق الصواريخ من جنوب لبنان حزب الله يطلق رشقات بعشرات بعشرين آخر رشقة وصلت كانت صواريخ متوسطة المدى من جديد تصل إلى حيفا وإلى عكا وإلى المناطق البعيدة التي تصل إلى حوالي خمسين كيلومتر الدفاعات الجوية عملت هنا في هذه المناطق القريبة التي تبعد عن الحدود حوالي خمسة كيلومترات خلفنا هذه الحدود اللبنانية الإسرائيلية لكن عندما تصل الصواريخ إلى مناطق بعيدة يتم استخدام كما أسلفنا ونذكر دائما أنظمة دفاع جوية مختلفة وهي مقلاع داود أما هنا فتعمل القبة الحديدية كثافة الصواريخ التي تطلق على هذه المستوطنات يعني تضلل عمل الدفاعات الجوية تعترض بعض الصواريخ والبعض الآخر يسقط ويصيب أهداف هنا في كرياتش موني وفي ماركليوت ثلاثة إصابات هناك خمسة إصابات في رشقة صواريخ المناطق البعيدة حيفا وعكا والبلدات المحيطة بها هناك إعلان من الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة آخرين كل يوم هناك أعداد فردية من القتلى والإصابات لدى الجيش لكن هناك العشرات من الإصابات بين المدنيين إثر سقوط الصواريخ التي تصل أعدادها إلى حول 200 صاروخ يوميا حتى هذه اللحظة 170 صاروخ وصلت إلى جميع المناطق في الجليل الأعلى والأسفل وأسبع الجليل وصولا إلى تلك المناطق الخليجية ما بعد حيفا وحتى أقرب إلى الخضيرة القريبة جدا من تل أبيب لا بد من التذكير هنا بأن كرياتش موني تحظى بنسيب الأسد من سقوط القدائف والصواريخ وهي التي وعد المسؤولون الإسرائيليون بأن المستوطنين يجب أن يعودوا بعد الأعياد العبرية لكن الأحداث وتسارعها وتطور المعارك هنا يشير إلى أن عودة المستوطنين سيكون بعد يعني لن يكون قريبا كما يرى المسؤولون لأن المستوطنين يقعون تحت قصف الصواريخ بشكل يومي خاصة في كرياتش موني كان يقطن فيها قبل أن ينزحوا إلى مناطق أخرى 30 ألف مستوطن اليوم فيها حوالي 2000 ربما معظمهم مرتبط مع الجيش يعني لا نعلم ولا هناك معلومات سرية الذين يعني تصل إليهم سيارات الإسعاف وتنقلهم بعدات كبيرة لكن الجيش يعلن عن أرقام بسيطة وهي اثنين أو ثلاثة أو أربعة الأوضاع العسكرية مستعرة بالفعل رغم الهدوء الذي كان يخيم على الأجواء حتى ساعة الصباح وبعد أن بدأت الرشقات الصاروخية والقص من جانب حزب الله لا بد أن نشير إلى أن الطرف الآخر وهو الجانب الإسرائيلي يجري غارات مستمرة لا تتوقف نسمع دوي أو صوت الطائرات المقاتلات التي تغير على جنوب النام وتقصف ونسمع دوي الانفجارات بعدها المدفعية تعمل والدفاعات الجوية كما أن المقاتلين على الأرض يعني يجرون عمليات اقتحام وإن كانت بطيئة وفي مسافات محدودة كما يقال لا تصل لأكثر من 500 متر في العمق في جنوب لبنان ترجمة نانسي قنقر